سيد نور دين لو تحدثنا إذا ما كان هناك أمل بانفراج مال هذه الأزمة بعد هذا اللقاء كل التحية والاحترام والتقدير لكم بداية ونشكركم على هذا اللقاء لكن نود أن ننوه أن ملف الإصلاح في المملكة الأردنية الهاشنية لن يكتمل ولن يكون إذا لم يعالج ملفات مفصلية في حياتنا ومن أهم هذه الملفات المفصلية هو ملف نقابة المعلمين الذي يتحدث عن الحقوق العمالية ومؤشر حقوق الحريات ودرجة التعاطي مع أهم فئة في العاملين في غطاء التعليم وهو المعلم الأردني الذي لا زال يبني ويشيد ويشارك في نهضة بناء المملكة منذ التأسيس لغاية الآن الآن هذه اللقاءات المستجدة على الساحة لم تأتي بجديد لغاية الآن لا زالت نقابة المعلمين بمظلوميتها قائمة بمظلومية المعلم الأردني بإيقاف عمل نقابة تخدم 140 ألف منتسب لهذه النقابة تم إيقاف خدماتها بطريقة غير دستورية وغير قانونية هذه النقابة انبثقت من الدستور في عام 2011 لغاية الآن لم تتجاوز على القانون ولم تسجل عليها أي تغرى وأي خرق لازمنا في هذه النقابة نمد يدنا بالحوار إلى الجميع ونطرق أبواب الجميع لعل هناك من مستمع يقدم من حلحلة للأمور وفاكل هذه الأزمة وإخراجنا من عنق الزجاج اللي وضعونا فيه يعني دعنا نتسلسل بهذه الأزمة كيف بدأ الخلاف ولماذا تفاقم إلى هذه الدرجة يعني بدأ الخلاف بقيام أعضاء مجلس المقاب بواجبهم الشرعي والقانوني والدستوري اللي كفلت الأعراف كلها دوليا ومحليا وهو في المطالبة بحقوق منتسبيها عام 2019 في الإضراب الذي لجأنا له الإضراب الشهير في شهر أيلول من عام 2019 هذا الإضراب اللي لجأنا له لانتزاع حقوق المعلمين في الميدان وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق الأمن الوظيفي لهم ما بعدها يبدو أن هناك من انزعج من هذه المطالبة وكانت ردة الفعل جاءت بعدها بعام تقريبا بـ 25 يعني 7 الماضي من عام 2020 حيث قاموا بإغلاق نقابة المعلمين بأمر من مدة عام مكافحة الفساد ولم يستند هذا القرار إلى بورد قانوني لم يستند إلى بورد دستوري هل كان الإضراب من ضمن الإجراءات التي اتخذتها نقابة المعلمين؟ لم يكن الإضراب ولم يكن إيقاف العام الدراسي أبدا ضمن الإستراتيجيات وضمن التوجهات ما حدث وما يحدث الآن هو أمر من حقوق المعلمين التي تم إحالتهم على التقاعد والضمان مبكر تعسفيا والاستيداع 120 معلم الآن حربوا في أرزاقهم ويجلسون في بيوتهم دون دخل دون مصاريف تؤمن قوت عيالهم هذا الأمر إيقاف قلنا خدمات 140 ألف منتسب إيقاف مجلس النقابة عن العمل منذ أكثر من عام توجيه التهم وتوجيه شيطنة المعلم شيطنة مجلس النقابة شيطنة النقابة هذا كلياته يلجئ النقابة إلى لفت الانتباه إليها لأنها تطرق أباب الحوار ولا يوجد من مستجيب أو من مستمع ترجمة نانسي قنع